استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد النهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وفدا من كلية الدفاع الوطني برئاسة سعادة اللواء الركن سالم سعيد الشامسي قائد الكلية ورحب سمو الشيخ عبد الله بن زايد النهيان بوفد كلية الدفاع الوطني التي تعد من المراكز العلمية المتخصصة والرائدة على مستوى العالم وتؤدي دورا بارزا في تأهيل الكوادر الوطنية في عدد من المجالات المتخصصة واطلع سموه على البرامج والمناهج التعليمية والتدريبية التي تقدمها الكلية وتركز على مهارات التحليل والتخطيط في القضايا المرتبطة بحماية المصالح الوطنية ومقدرات ومكتسبات الدولة وأشهد سموه خلال اللقاء بجهود أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية وحرص المنتسبين الكلية على التسلح بالمعارف الحديثة ومهارات المستقبل كما أشهد سموه بمبادرات الكلية المتنوعة وشراكاتها مع العديد من المؤسسات بما يخدم الأهداف الوطنية للدولة وتطلعاتها للمستقبل ترجمة نانسي قنقر